ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه بكل من وزير الداخلية كمال لفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعدان والمدير العام أمر الحرس الوطني حسين الغربي إلى ضرورة مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون بوجه عام وتفكيك الشبكات الإجرامية سواء لترويج المخدرات التي استفحلت في عديد من المناطق الجمهورية أو الشبكات التي تقف وراء الهجرة غير النظامية كما حث رئيس الجمهورية قيس سعيد على مزيد العمل على مكافحة المحتكرين والمضاربين خاصة وأن عديد المواد متوفرة تظهر وتختفي بحسب ما ترتب له اللوبيات بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية وفق بلغ أصدرته رئاسة الجمهورية وأشدد رئيس الجمهورية على أن هذا العمل يجب أن يكون مستمرا دون انقطاع لأن سياسة الدولة لا تقوم على حملات محدودة لبضعة أيام يعود أثرها إثرها المحتكرون إلى المضاربة والاحتكار